السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضلا وليس أمرا المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد فاليوم إن شاء الله غد نعملكم فيديو جديد سنتحدث فيه لوحة البلاغ إخباري ورد اليوم من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة ويتعلق الأمر فتح باب ترشيحات الأحرار لامتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية بمعنى السادس الابتدائي وكذا نيل شهادة السلك الإعدادي بمعنى التاسع برسم دورة 2023 المهم نحاول نقرأ هذا البلاغ تعلن وزارة التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة أن ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية وشهادة السلك الإعدادي برسم دورة 2023 ستنطلق حصرا عبر البوابة الإلكترونية للوزارة وذلك ابتداء من يوم الجمعة 17 دجمبر من سنة 2021 وستستمر إلى غاية يوم 12 يناير من سنة 2022 كآخر أجل للترشيح يعني هنا شن المقصود التسجيل عبر هذا الموقع الإلكتروني الدار أمامكم ابتداء من يوم الغد 17 دجمبر إلى غاية يوم 12 يناير من سنة 2023 المهم فيما يخص طريقة التسجيل أنا غاد نحاول نشرح لكم الطريقة في الفيديو المقبل على أي نكمل هذا الإعلان ويتم الترشيح بصفة مترشح حر لاجتياز امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي وفق الشروط التالية تلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المسجلون بالسنة الثالثة من السلك الإعدادي والحاصلون على شهادة دروس الإبتدائية أو شهادة نهاية دروس الإبتدائية أو ما يعادلها المترشحون غير المسجلين مؤسسات التربية والتعليم العمومي أو التعليم المدرسي الخصوصي والحاصلون على شهادة دروس الإبتدائية أو شهادة نهاية دروس الإبتدائية أو ما يعادلها لكن مع ماضي سنتين قبل سنة الترشيح يعني شن هو المقصود هنا هو أنه يمكنك ترشح للتسعى حرة في الحالات التالية أولا أنك تكون دي جاقريتي مثلا في الثالثة إعدادي وكين حالة أخرى هو أنك تكون حاصل على شهادة الدروس الابتدائية بمعنى شهادة السادس الابتدائي لكن شريطة هذه الشهادة السادس الابتدائي خاصة تكون دازت عليها سنتين فيما يخص ترشيح الاجتياز امتحانات نايل شهادة الدروس الابتدائية فرح أي واحد يقدر دوزة وخيكون غير متمدرس وتتم عملية الترشيح عبر المراحل التالية أولا التسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للترشيحات داخل الأجال المحددة لذلك مع تضمين البطاقة الإلكترونية للترشيح صورة حديثة العهد للمترشح يعني أولا خذكم ضروري تسجلوا في الست ثانيا إداء ملف الترشيح الورقي بالمديرية الإقليمية التابع لها وذلك في أجل أقصى 17 ناير 2022 على أن يرفق هذا الملف وصل الترشيح المستخرج من البوابة الإلكترونية يعني كما قلت لكم اللي عد تسجلوا في الست ستتخرجوا واحد الواصل باش هذا الواصل تدفعوه مع ملف الترشيح والملف تدفعوه في المديرية الإقليمية التابع لها واحد الملاحظة ما خذكمش تفوتو 17 ناير حيث 17 ناير يعتبر آخر أجل لإداء ملف الترشيح الورقي بالمديرية الإقليمية وهنا تضمين ملف الترشيح التزاما يقر فيه المترشيح أولي أمره بالنسبة للمترشيحين الأحرار من فئة صغار بالطلاعه على القوانين الخاصة بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والتزامه بمقتضياتها خاصة القانون رقم جوش فاصلة 13 بتاريخ مستشغوش من سنة 2016 ونا في الأخير ويتعين عن المترشيحين الأحرار في وضعية إعاقاء والراغبين في الاستفادة من إجراءات تكييف شروط إجراء الاختبارات والتصحيح إرفاق ملف ترشيحهم بطلب في الموضوع معزز بملف طبي يثبت الإعاقة إذن هذا هو كل ما جاء في هذا البلاغ الإخباري من طرف وزارة التربية الوطنية إن شاء الله الفيديو المقبل سنحاول نشرح لكم طريقة التسجيل في الآخر كنتمنى هذا الفيديو لإعجابكم وما تنسوش تدعمني بالاشتراك وتقوم بتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد والتوفيق